إنسان تجبد بقضية نجبدو الناس الكل ونهبطوهم على وسائل التواصل الاجتماعي خطر تسريب منين جاي التسريب تسريب أنا متأكد سعى الوثيقة صحيحة ليش خطر إذا وثيقة بهذي سمحني إذا وثيقة بالخطورة هذية صحيحة صحيحة إذا خرجت وثيقة بالخطورة هذية ووثيقة غالطة والنيابة العمومية ما تكذبهاش بالوقت ولا وزارة العادل ما تكذبهاش معاتش ثم دولة بالحق وقتها على الدنيا على الدنيا السلام والتسريب هذية عنده زوز أهداف فيها حسب رأيئا أول حاجة تشويه والنيابة من أعراض الناس اللي في القايمة هذه الحاجة الأولانية الحاجة الثانية هي التخويف والترهيب ممكن نشوفوا التهمة والتهم مجموعة التهمة اللي يقراهم معز يعني اليوم فهم التخابر ثم يعني الضرار بالبلاد والعباد تكوين وفاق إجرامي الاعتداء على أمن الدولة يعني اليوم معانتها باش نزرعوا نوع من الخوف والترهيب راهوا أي حاجة تنجم تتقرأ هذية وكيف كيف نحطوا الوثيقة هذية وتسريب الوثيقة هذية في السياق شفنا شنو سار مع نزار بهلول جمعتين اللي فاتوا معت على أرتيكل حكا نقد رئيسة الحكومة يلقى روحه متعدي على معنى المرسوم عدد أربعة أربعة وخمسين شوف للأسف في تونس شفنا قضايا وشفنا وثائق وشفنا ناس جبدت ومن بعدك القضاء بنفسه أعطاهم الحق لكن الناس هذو ما شكون رجعهم الحقوق شكون نحاها لماجه هذيك متاع الإنسان هذية أنه أجرم ولا أنه فاسد ولا أنه غيره حتى أحد يعني اليوم تخنى إلى نقاط اختيرة برشا بالنسبة لي أنا تخنى إلى نقاط نمسوا في أعراض الناس وأنا على الأقل نعرف البعض منهم هذو ما ناس معروفين على الأقل بانتماءهم للبلاد هذية وأنهم يخدموا على رواحهم والناس هذي لا تعرف روح عند الحق تسفر ولا لا لا تعرف روح أس دي سيت ولا لا لا تعرف روح عند تحجير سفر ولا لا حتى للبقية معتا كان إنسان يوسى ليحكي مع عبد بالتليمية وهو عنده شبه في موضوع يولي هو مجبود معاه ومتهم معاه شنو معنتها ولا واحد يقترح يقوله وش قولك أنت رئيس حكومة ولا ش قولك أنت من عرشك نجي هكا يولي معنتها عنده القائمة من التهم هذية فعلى الدنيا السلام معنتها